العالم يعيش لحظات خوف وقلق وترقب وحذر غير مسبوقة نتيجة للتطورات المتسارعة فيه لأن هذا العالم يبدو يحكمه قلة من المجانين من يدون أخفاعه لأوهامهم وأهدافهم وجنون العظم المسيطر عليهم إسرائيل تريد أن تتمدد في منطقة الشرق الأوسط وقد تعبر لأنه نتنياهو قد رسم أحلاماً لنفسه خصوصاً بعد أن وجد المنطقة لا تمتلك غير الشجب والاستنكار والمؤتمرات والبيانات البعض يراها أنها سياسة تعقل وحكمة وسياسة صبر ستراتيجي لألا تتوسع الحرب وقد لا يختلف مع هذا الكثيرون لكن بالمقابل عندما تكون هناك قوة مفرطة ويكون هناك عقل إرهابي يريد أن يسيطر على العالم على أقل تقدير أن المنطقة يجب أن تتحرك لممارسة أو تكوين تحالفات أو سياسة ردع مقابلة حتى الطرف الآخر يشعر أن هناك قوة قد نشأت بالمقابل والبيانات والشجب والاستنكار يمكن أن يأخذ أو يصمد لمرحلة معينة لكنه لا يصمد أمام الهمجية والبربرية والفوضى العسكرية وفوضى القوة المستخدم الآن سوريا التي أنهكتها الحروب الداخلية وأنهكتها التدخلات الخارجية تعود إليها إسرائيل مرة أخرى بها مجية بشعة وتقدم تفسيرات وأعذار الوجود الإيراني فيها والميليشيات الإيرانية والتي آخرها اليوم ما حصل في متينة تدمر في متزرة بشعة للعدو الإسرائيلي وهي الجبهة السابعة كما تقول إسرائيل يفتحها نتنياهو في هذه الحرب المدمرة ولا نعرف ما هو مصير شوريا بعد غزة وبعد لبنان القصة المعروفة بالعراق والتي الحكومة العراقية تنتظر في أي لحظة ممكن أن تقصف إسرائيل روسيا بعد أن وقع بوت مرسوما يقضي أو السماح باستخدام الأسلحة النووية على خلفية سماح بايدن لاستخدام الصواريخ التكتكية التي ضربت عمق روسيا وفي تطور لاحق اليوم القاعدة الجوية الأمريكية وحلف الناتو في شمال بولندا والتي اعتبرها بوتن أن حلف الناتو قد دخل بشكل رسمي الحرب مع روسيا هذه التطورات وهذه الإيقاعات المتسارعة ما الذي على العالم أن يفعله لتفاديها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة